أعوذ بالله من الشيطان الرجيم باسم الله الرحمن الرحيم الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البعيان الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان والسماء وضعها ووضع الميزان ألا قطغوا في الميزان وأقيموا الوزن بالقسق ولا تخصروا الميزان فالأرض وضعها للأنام فيها فاكهة والنقل ذات الأثمام والأبد ذو العصف والريحان فبأي آلاء ربكما تكذبان خلق الإنسان خلق الإنسان من صلصال كالخفار وخلق الجان من معرج من نار فبأي آلاء ربكما تكذبان رب المشرقين ورب المغربين فبأي آلاء ربكما تكذبان مرج البحرين يلتقيان بينهما ووزق لا يبغيان فبأي آلاء ربكما تكذبان يخرج منهما النؤلؤ والمرجان فبأي آلاء ربكما تكذبان ولو الجبار المنشآت في البحر كالأعلام فبأي آلاء ربكما تكذبان فبأي آلاء ربكما تكذبان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام فبأي آلاء ربكما تكذبان يسألوا ما في السماوات والأرض كل يوم وفي شعن فبأي آلاء ربكما تكذبان سنخرج لكم أيها الثقلان فبأي آلاء ربكما تكذبان يا معشر الجل والإنس إن استطعتم آتافذوا من أقدقار السماوات من أقدقار السماوات والأرض فافذوا لا تافذون إلا بسلطان فبأي آلاء ربكما تكذبان يرسل عليكم أشواج من نار ونحاس فلا تعتصران فبأي آلاء ربكما تكذبان فإذا شقت السماء فكانت برضة كالدهان فبأي آلاء ربكما تكذبان فأي آلاء ربكما تكذبان فبأي آلاء ربكما تكذبان هذه جهنم فبأي آلاء ربكما تكذبان ولمن خواب مقام ربه جنتان فبأي آلاء ربكما تكذبان 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 هل جزاء الإحسان إلا الإحسان فبأي آلاء ربكما تكذبان ومن دونهما جنتان فبأي آلاء ربكما تكذبان مدهمتان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهما عينا لنظاقتان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهما فاقهة ونخل ورمان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهما خيرات حسان فبأي آلاء ربكما تكذبان سور مخصورات في الخيام فبأي آلاء ربكما تكذبان لم يتمدهن إنسوا قبلهم ولا جان فبأي آلاء ربكما تكذبان متكئين على ربكما تكذبان فبأي آلاء ربكما تكذبان تبارك اسم ربكما الجلال والإكرام صدق الله العويم وصدق رسوله النبي الكريم صدق الله العويم صدق الله العويم صدق الله العويم صدق الله العويم